السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تلميذ السنة الثانية متوسط ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم سوف نبدأ في ثاني وحدة اللي هي سيكونس نمبر 2 مي اند لايف ستايلز اللي هو انا وحياتي المتنوعة يعني ستايلز ناف و ستايلز يعني متنوعة وخلاص هنا هذي هي الوحدة هنا رح نحلو مع بعض انا اول تسك في هذ السيكونس بيج 48 48 اوكي نبدو على بركة الله اوكي هنا عندنا هذ التسك نمبر 1 جيني 14 year old english girl قالك هذي جيني عمرها 14 سنة طفلة انجليزية من انجل تصورها امها جداة اوكي 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 سوف نسمع الانتربيو التي دارتها مع ايزابيث وهي افتحها بارت وان وكيف ينقرأ مع ايزابيث راح نقرأ الانتربيو مع ايزابيث نجاوب على هذه الأسئلة اذا كانت سيحة نكتب سيحة اذا كانت خاطئا نكتب خطأ نرحو للنص المسموع ونعود ونرجو للتمرين إذن هنا تلاميذي الكرام رح نبدأوا في الحوار اللي صرا أو اللي جرا ما بين جيني و جدتها جيني لكت الكاميرا جراما قلت لها يعني شوفي في الكاميرا وجوبي على أول سؤال قلت لها نفس العام اللي اندلعت في الحرب العالمية الثانية جيني قلت لها أين أولتي هنا في لندن هنا هي الوير بركة رمسو اله قلت لها أولتي في الشمال في مزرعة على بعد خمسة أميال من أقرب قرية في منطقة البحيرة الآن أصبحت حديقة وطنية جميلة جدا قلت لها بابا يعني يستعمل هذه المزرعة لطربة البقر والغنم وعندنا الإبط والإوز والدجاج جيني قلت لها تقدري يعني تحكيني شوي على هذا الفارمهاوس جدتي هنا وش قلت لها هل كانت كبيرة غراما لا قلت لها لا في الواقع نشاركو في هذا البيت المزرعي مع ثلاثة من خوالي وزوج عمات ماي مام اند داد هاد قوت اولي تو رومز قلت لها ماما وبابا عندهم غير غرفة واحدة برك زوج غرف عفوا ماي ثلاثة سيسترز اند اي شيرد وان اوف ذام قلت لها انا واختي انا واخوتاتي في ثلاثة وهي وهيات والي ربعة نشاركو غرفة واحدة من هاذ الغرفتين اللي يعطاهم الماما وبابا خلاص زع ما ماماها وباباها غرفة وهما غرفة جيني بوايلد رد راها في حيرة جيني هنا what you wear four in the same room قلت لها انتم اربعة في غرفة واحدة grandma yes sweetheart يعني عزيزتي you are so lucky to have a room for you alone قلت لها انت محظوظة لكن معتها محظوظة انك يعني تملكينا غرفة واحدة لفسك يعني غرفة شخصية today اليوم زع ما we didn't have that chance نحنا ما كانتش عندنا هاذ الفرصة the toilets were outside in the farm yard قلت لها التواليات حاشاكم البره يعني خارج المزرعة في صحة المزرعة near the couched قرب وين يرقدو الحيوان يرقدو البقر ok we had no bathroom معدناش حمام يعني دوش we used to take a bath once a week قلت لها نستخدم ندوشو يعني حمام واحدة ندوشو مرة واحدة يعني في الأسبوع ندوشو مرة واحدة في الأسبوع in a tub made of wood في حوض مصنوع من الحطب and placed on the kitchen floor ويتحط في أرض الكوزينة المطبخ كما يدوشو في المطبخ كما كشغول الحوض اللي هي بكري كبسينة نقولوا نحنا من مصنوع من الحطب يدوشو فاها there was wood burning stove هنا قلت لها عنا موقد يعني موقد انت على الحطب نحركو فيه الحطب باش يطيبو عليه ويستخن عليه الماء in the kitchen يعني في الكوزينة or المطبخ on which my mother used to cook or boil water اللي أمي طيب عليه ولا تتخن عليه الماء today things are quite different قلت لها اليوم كان بزاف الحوايج يعني راها مختلفة how often do you take a bath jenny قلت لها شحال من المرة تستحمي jenny laughing almost every day تقريبا قلت لها كل يوم تقريبا كل يوم i usually take a quick shower in the morning before i go to school قلت لها عادة يعني مش كل يوم عادة ندوش قبل ما نروح لمدرسة في الصباح grandma you are lucky kids قلت لها انت طفلة يعني محظوظة today we used to help mom with housework and tidy our room every day قلت لها كنا نساعدوا امي في اعمال البيت ونرطبوا يعني غرفة نتاعنا يوميا we also took turns to feed the chickens قلت لها نتبادل الادوار هي واخوتاتها يتبادل الادوار كل مرة دلت واحدة باش تطعم يعني تتوكل كما نقول الدجاج and geese للبطول i learned to milk cows at 12 قلت لها تعلمت نحلة بالبقر في عمري 12 سنة this is really hard work قلت لها صح هذا يعني حقيقة عمل صعب هذا هو الحوار حبيبتي نرجع للتمرين هنا حبيبتي بعد قرنا النص المسموع نجاوبوا على الاسئلة من 1 حتى 14 grandma was born in 1839 لا هي خطأ قلنا 1939 هنا فالس فالس لانها في 1930 the second world war يعني الحرب العالمية الثانية began in 1939 true true grandma was born in the south of فالنص المسموع فالنص المسموع فالنص المسموع فالنص المسموع فالس her parents raised many domestic animals يعني her parents her parents يعني الاب والام حيوارات الالفة نعم true كانوا ربا والبقر والدجاج والإيوز هذو كان قولوا لهم domestic animals يعني حيوانات الالفة grandmas birthplace was a big farmhouse ما كانتش big قلت لها كي ساقصتها على المنزل اسكو كبير قلت لها ناوا اوكي 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 she shared a room with her two sisters هي تشارك الغرفة مع زوج خواتاتها لا لا مع ثري 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 two brothers and three sisters خاطئ لانه هنا قلنا three brothers and two sisters لانه في النص المسموع قلنا ثلاثة من 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 الأعمام وزوج خالاتي ثلاثة أعمام وزوج خالاتي ثري three uncles and two aunts هنا يا فوس jeannie has her own room هنا jeannie has her own room كي كانت تحكيلها تقولها باللي انا عندي غرفاتي واحدة grandmas parents had no bathroom yes true ما عندهمش دوش the toilets where inside the house لا لا the toilets can't outside 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 here false okay نثبت الكاميرا بركة okay نكملوا they used to take a bath once a day yes true true okay كانوا يدوشوا مرة واحدة في a day false false here false a week a week a week مشي a day يدوش مرة واحدة في الاسبوع مرة واحدة في الاسبوع مرة واحدة في النهار they used a stove for heating and cooking yes true yes true here true yes true with the a month a month a month a month a month chose chose يعني الأعمال المنزلية هذه الأعمال المنزلية domestic chose هنا true هذا هو حبيبتي كان النص تعنا task 2 بركة check check your answer with check يعني شوف إجابتك الصحة أو لا 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 بالرجوع إلى الجزء الأول هنا I listen again to the interview part 1 and correct the false statements هنا نصلحوا false statements هنا 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 تكتب grandma was born in 19 يعني 1939 الثالثة غالطة born in the north of the England هنا تكتب غير نورث بركة وتخلي جملة كما راها south رقم 5 رح تقول في بلاس بيك تكتب small رقم 6 she بلا بلا تكتب تكتب three sisters بلا 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 تكتب one يعني مرة في الأسبوع من الأسبوع رقم 7 رح تكمل هنا وتقول three brothers and two sisters تكملها من الكتاب رقم 10 the toilets were outside مش هي inside outside رقم 11 they used بلا 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 تكملها من الكتاب one a week a week مرة في الأسبوع مش هي مرة في النهار خلاص هذا هو حبيبتي كان حل صفحة 48 خليك مع الخير متلاقوا في صفحة أخرى إن شاء الله شكرا